السلام عليكم ورحمة الله نكملين معاكم وإحنا بندور عن السلام في رمضان در التاجر رمضان اللي هو السلام المعنى اللي احنا هنخرج به عشان نفضل عايشين به بعد رمضان ونعيشه في حياتنا كلها وإحنا قلنا إن السلام ده مش وهم ولا حاجة بعيدة أوي وصعبة المنال السلام حقيقة بيدقها الناس اللي بيشوفوا الحياة بس من حتة تانية بيشوفوا الحياة من المكان الحقيقي بيشوفوا الحياة من عند الله لهم دار السلام عند ربهم وبدأنا من حلقات في الكلام عن السلام في حياتنا مع الناس وده التلت التاني في رمضان وتكلمنا مبارح عن سلام الوصال إزاي نتواصل ونوصل لقلوب بعض من غير مكدرات من غير ما حد فينا يجرح قلب التاني من غير أشواك نوصل لبعض من أقرب طريق النهاردة هنتكلم والسلام في علاقتنا مع الناس مش بس معناه الإحساس بالراحة إن أنا أحس بالراحة لكن السلام بيبقى عفية في القلب تخلي الإنسان بقلبه يشوف الحياة بالنور وتخليك تشوف الحياة بما فيها العلاقات برضو من عند الله سبحانه وتعالى فتحس إن العلاقة دي هبة من الله عطية من الله والإنسان بيحس إن هو حي لما يشوف حياته من عند مولاه وهي دي الحياة الحقيقية مش الحياة اللي فيها كدب وفيها خداع ومش هي الحياة اللي الإنسان بيكرب على نفسه وإن هي دي الحياة لكن لما يشوف الحياة من عند ربنا حياته بيشوف كل تفاصيلها مليئة بالنعم واللي منها علاقتنا بالناس فالعلاقات يا سادة نعمة والأسرة على رأس العلاقات دي وعشان كده إحنا بنكرر إن الأسرة نعمة سلام النهاردة بقى عارف النظارة اللي بتبقى في الوشوش السلام النهاردة ده مسؤول عن النظارة اللي بتبقى في القلوب إن العلاقة اللي بيننا وبين الناس تفضل حية تفضل صبحة مهما كان عمرها هو إيه السلام الحلو ده اللي يخلينا نتخلص من رتابة العلاقات والعلاقات الميتة والعلاقات البيتة والعلاقات المستهلكة هو إيه السلام ده سلام مهمة أو أوي اسمه سلام الرعاية دايماً بنكلمكم على إن في العلاقات فيه مهرتين مهارة إنشاء العلاقات ومهارة سيانة العلاقات أعظم حاجة في مهارة سيانة العلاقات هي الرعاية فيه أصل مهم في العلاقات لازم نفتكر دايماً إن العلاقات زي الشجرة وساعات العلاقات بتبقى في أمس الحاجة إن إحنا نفهم إن هي شجرة وإن الشجرة عشان تنمو وتزهو وتزهر محتاجين إن إحنا نرويها فالشجرة محتاجة الري فلما بنرعاها ونسئ جزرها بتقوى وتمتد وتزهر وتطرع وتطرع سمار قريبة العهد بربها أو الله العلاقات تحس إن العلاقات لما تتسئ وترعى تحس جداً العلاقة جاية بحنان جاية بنور جاية بدف جاية بمدد من الله ولما يقل الرعاية بقى ويقل الري للعلاقة تضعف وتزبل وتموت الرعاية يا سيدي هي ماء الحياة في العلاقات والرعاية تعال نفكر تاني الرعاية إيه تاني واجب عشان الرعاية دي هي شكر نعمة ربنا على العلاقات هي اللي بتخليك تدخل في العلاقات في قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم إنما الإنسان يرعى العلاقة ده شكر لنعمة العلاقة نفسها فالعلاقة تزيد تبتدي تثمر في القلب السلام ومن الأشياء اللي بتفسد العلاقة بيننا وبين أحبابنا حاجة شوية لازم ننبع عليها ونأكد عليها حاجة اسمها إيه الضمان الضمان يعني إيه يعني الثقة لا 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 الضمان إن انت تبطل رعاية الضمان إن انت تعتبره موجود ومش هيروح في حتة يعني إننا ضمنين وجود أحبابنا في حياتنا وحبهم لينا فنهملهم أو نكسل في رعايتهم خلاص لا نبذل الوجب اللي علينا في رعايتهم أنا ضامن إنه ما ما أسرت في حق أحبابي وأنا ضامن مهما أسرت في حق إمراتي هتحبني ما هي أصلي هي بتحبني وهي ضمن إن جوزها حبه في قلبه حبه في قلبه مش هيتأثر أبداً لو هي مش مهتمة هيكون زي ما هو وأنا ضمن عيالي إنهم ما يفضلوا يقبلوا علي ويفرحوا بوجودي ويشوفوني إن أنا سندهم أول ما أرجع من البيت فعشان كده ما أهتمش ضمننا لأحبابنا أنا آسف لازم أقول لكم الحقيقة دي ضمننا لأحبابنا بيقلل قيمتنا في قلوبهم وبيحسسهم إن قيمتهم في حياتنا بتقل لما حد يحس إن هو قيمته في حيات حد تاني بتقل هو كمان بيحس إن ده بيتسرسب من قلبه حب اللي ضمنه ده بيتسرسب من قلبه لإن الناس بيتعاملوا مع بعض لما يحسوا إن هم مهمين مع بعض وليهم لازمة لما يحسوا إن هم ما لهمش لازمة بتبدأ الأزمة إزاي نتعامل مع ده مع مشكلة الضمان دي اللي بتهد كسير حياة العلاقات واللي بتهدد نمو العلاقات وإن إحنا نحصل على ثمرتها والسلام موسيقى